ما فيه شك إن جامعات الجيل الرابع والخامس اللي الدولة بتهتم بيها في الفترة الأخيرة بتمثل إضافة مهمة جداً للتعليم الجامعي ولمستقبل التعليم المصري ليه؟ لإن الجامعات دي بتشتغل على مهارات مختلفة تشتغل على بناء المهارات والسمات الشخصية للخرجين عشان تضمن ليهم ميزة تنافسية مع خريجي كل الجامعات العالمية من هنا بيكون فيه أهمية للمناهج التفاعلية ربط ما بين الدراسة وسوء العمل من خلال منظومة جامعية تقدر أن هي تقدم كل ما هو متطور في العملية التعليمية الجامعية وتخرج أيضاً جيل قادر على مواقبة التطور التكنولوجي في كل المجالات والتخصصات خلينا نتكلم عن مستقبل التعليم الجامعي في مصر ونتكلم أيضاً عن تأهل الطلاب لسوء العمل ضيفنا النهاردة اللي مشرفنا في الستوديو الدكتور أحمد الجهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكتوليشي أهلاً بحكي دكتور صباح حضرتك صباح النور عليك وعلى المشاهدين أهلاً بحضرتك في البداية كلمنا عن يعني إيه جامعات الجيل الرابع والخامس لأن ربما ده مصطلح مش مفهوم إحنا عارفين إنه فيه تعليم جامعي في مصر ولكن ناشأت جامعات كتيرة ربما تهتم أكتر بالتكنولوجيا جامعة زويل مش عارف جامعة إيه ومنها الجامعة اليابانية بتقدم مفهوم مختلف يعني نجد مهتم أكتر بالتكنولوجيا خلينا نتكلم على الجامعات عموماً ودورها في المجتمع عشان يبقى يعني الصورة مبسطة شوي الجامعة هي اللي بتفرز العقول أو هي المخزون الفكري اللي بيقود المجتمع تمام المخزون الفكري ده لازم يوجه المجتمع بتاعه هو رايح فيه يعني لو اتكلمنا عن المرحلة اللي احنا فيها دي المرحلة اللي احنا فيها دي إعادة مصر كما يجب أن تكون رائدة للمحيط بتاعها العالم الإسلامي والعربي ودولة رائدة في أفريقيا تمام اللي بيحصل دلوقتي أنه مصر مركزة إعادة البناء من خلال الميجا بروجيكتس أو المشاريع القومية الشاملة حضرتك عاوز تعد كوادر تقدر تخدم المشاريع القومية دي بمعنى التركيز فين يبقى قطاع كل ما هو هيخدم قطاع الصناعي الجامعة المصرية اليابانية بتعمل ده بمعنى أن هي جامعة مصرية اليابانية اسمها تكملة الاسم للعلوم والتكنولوجيا تمام والابتكار بين قصية عاوزين نخرج ناس مهندسين وعلوم يقدروا يحلوا مشاكل القائمة وبنفس مستوى الناس اللي بره اللي خرجت من هارفورد أو من جامعة أوروبية نحن بنعمل مشاريع قومية عشان نبقى زي بره عشان نعود السنين اللي كانت مصر فيها ملايحة شوي طيب دكتور خلينا أبدأ مع حضرتك من البداية خالص تأهيل كوادر من المدرسين والدكاترة علشان يكونوا موجودين في النوع ده من الجامعات تم ازاي وابتدأ امتحنا بنتكلم على سنتين فعليتين للجامعة دلوقتي شغل مع الطلبة أكيد كان فيه شغل من قبل كده طيب دي أحكي القصة بتاعت الجامعة وبعدها نرجع لسؤال حضرتك معلش الجامعة بدأت في 2010 وهي البداية بتاعتها هي شراكة بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية بعد مفاوضات استمرت ست سنوات ومفاوضات شقة جدا أن احنا نعمل الجامعة دي وكانت الصعوبة يعني هو مشروع حكومي مصري ياباني بالزبط اتفاق بين دولتين ما هواش جامعات خاصة بتتفق مع شريك حد من بره موضوع مختلف مشروع قومي الجامعة المصرية دي أحد المشروعات القومية اتعاملت في 2010 بعد المفاوضات الطويلة وكان تركزها البحث العيمي أساسا فبدأت بالدراسات العليا للأسف حصلت أحداث يناير 2011 وتعصرت الجامعة في بدايتها لأن الدنيا كانت تيربلانس اللي احنا موجودين وعايشين فيه في 2014 بدأت الأمور تعود تعود إلى مصارها الطبيعي وبدأت الجامعة تاخد خطوات إيجابية نحو بناء ما هو لازم الجامعة بدأت في 2014 عمارة بسيطة جدا فيها كل حاجة معامل وفصول تدريس ومكاتب وإقامة للطلاب الدراسات العليا اللي كانوا مبعوثين من الجامعات الحكومية الأخرى علشان نكون الكوادر اللي تقدر تخدم في الآخر الصناعة المصرية في 2017 بدأنا نعرف إن احنا محتاجين نتلقى طلاب من السنوية العامة والشهادات المناظرة علشان نقدر نصل بالمستوى في البحث العلمي اللي احنا نأمل فيه بمعنى إن احنا نعد أهل طالب دراسات عليا بالزبط كده في 2017 الفارق بقى أو اللحظة الحاسمة الأخرى من 2010 كانت زيارة السيد الرئيس عم فتح السيسي إلى الجامعة وافتتاحه الحرم الجامعي ده 2020 في 16 سبتمبر 2020 وتوجيه سيادته إن الجامعة يتم استكمال كل المباني بتاعها الجامعة بدأت في السيد الرئيس افتتح أربع كليات والمكتبة الرئيسية والمركز التميز العلمي وبعد قاعات المحاضرات ودي كانت الانطلاقة الحقية لأن احنا نقدر نقول من 2020 سمح لنا إن احنا نقدر ناخد حجم كامل من الفصول الدراسية اللي نقدر نقول إن احنا هنشتغل بهم ونعد المطلوب ده باختصار شديد الشراكة المصرية اليابانية معناها إيه رئيس الجامعة لو مصري تمام يبقى النائب بتاعه الياباني المدرسين اللي بيجي ودرسه في الجامعة حوالي 100 أستاذ زائر على مدار السنة منهم اتنين نواب رئيس جامعة دائمين داخل الجامعة وهكذا بمعنى إن كل حاجة بتتم شراكة مع الجانب الياباني الجامعات اليابانية روحها إيه اليابان طلعت 27 نوبل برايز اللي هو حاصلين على نوبل منهم اتنين وعشرين جامعة اتنين وعشرين فائز في نوبل من الجامعات دي يعني جامعات طوب كلاس لا يعني الكلام عن اليابان يعني في الصناعة وفي الابتكار التكنولوجي احنا مش بتتكلم على اليابان احنا بتتكلم على أعلى طبقة في التعليم الجامعي في اليابان واحنا بنختار الطلب وأكيد فيه متحانات قدرات موضوع ما نروش بس علاقة الجامعة دي للطالب الشاطر الجاد اللي هو زيه زي الطالب اليابان مبتكر كمان احنا محتاجين هنا طلب مبتكرين مش بس يذكروا المزاكر العادية بتاعت السنوية عامل وبتجربتنا لان احسن طلبة بيقدروا يمشوا معانا في النظام هم اللي خرجين استام او مدارس المتفوقين بتاعت الرياضات والعلوم لان اسلوب تعليمهم في السنوي اي يتوافق معانا لان احنا بنتبع الاسلوب الياباني هي مدارس النيل تقريبا لا مدارس ما استام دي مشروع حكومي برضو اللي هو متفوقين اي وقت طب يعني انا انا متابع ملف البحث العلمي من زمان ومهتم بي وعارف ان الكارثة ان احنا بنقعد نقاهل ونكبر ونصرف والخريج من ده ياخد بعضه ويمشي الكلام ده غلط الكلام ده غلط لو لو صح لو بر الجمع اي انما احنا عندنا مية في المية اضمن منين انه يقعد في مصر ويفيدني انا حصرف عليه وحاجب له واحد من الان بتعرف ايه وفي الاخر الا ايه طلع اوروبا طلع دبي طلع مش عارف ايه طب انا استفدت ايه كمصر انا كحكومة اللي احنا بنعمله احنا اهلنا الناس كويس الهيئة المعاونة دي وراحت جمعيته الام وجمعيته الام دي احنا بنفضل متعاونين معاه بقى الوميناي بقى خريج ينضم الى خريج الجمع بنفضل نشتغل معاه على بعد وتواصل معاه بحيث انه هو يقدر ياخد مشاريع بحسية يعني الجمع احنا ما بنصرفش على المشاريع البحثية انما الباحثين بتوعنا بيجيبوا فند او بيجيبوا تمويل من الهيئات الداعمة للبحث العلمي بناء على مجهودهم بيقدم فكرة وبيستطيعها وانا بتدعي ان احنا مفيش حد من اسات الجمعة اللي في الجمعة المصرية اليابانية ما هواش باحث رئيسي على مشروع ممول او اتنين في نفس اللحظة يعني مية في المية من الباحثين لان احنا النظام برضو هي منظومة معمولة بحيث انه ما بقاش فيها غلطة انا ما بقولش ان احنا مية في المية طبعا انها معمولة والله يكفينا شرف المحاولة برضو لكن احنا عايزين نوصل لكبر نتيجة يعني بالزبط الجمعة عقود يعني رئيس الجمعة بعقد واصغر عامل في الجمعة بعقد وفيه تقييم سنوي رئيس الجمعة بيقدم كل ستة شهر تقرير حالة الى مجلس الامنة يقول قدر ينجز ايه بحيث يكون فيه تقييم للمهام اللي كانت في الظبط كله بيقيم فالمنظومة اللي معمولة دي طب تقييم بالنسبة للطلبة بقى بيكون عامل ازاي يعني هل الامتحانات امتحانات عادية شبه الامتحانات اللي احنا بنشوفها في الجامعات العادية ولا بما انه التعليم مختلف فكمان شكل التقييم مختلف طبعا الاولا التقييم تقييم مستمر لانه الاعداد محددة يعني هابنقول انه الفصل المعمل ما فيهش اكتر من ستة وثلاثين طالب ليه ستة وثلاثين لانهما تمنتاشر ست في المعمل كل اتنين بيشتغلوا مع بعض الفصل ما يبقاش سكشن او اكتر من خمسين المحاضرة ما تزدش عن مية علشان الموضوع انتر اكتر في معايير يعني تطبيق العملي للمعلومة يكون اسهل على الطلاب وتطبيق العملي للمعلومة والعملي ده مكون على الاقل لاربعين في المية من الممارسة بمعنى انه مش هيدخل يتفرج او ممنوع انه لا ده لازم يشتغل بايده ولازم يجرب بايده وده اللي بيجرى انه هو يعمل فكرة يبتكر يبتكر لان الابتكار ده مكون اساسي بدون الابتكار كل اللي بنعمله طب احنا يعني في مصر بقى عندنا مشارية عندنا مشروعات قومية زي المدن الصناعية الجديدة اللي بيعملها الرئيس عندنا النهاردة مصنع على الاطراط عندنا مدينة الدواء وده مشروع لستربا ما كنا بنتكلم معه مع الدكتور عوطة جدين من شوية فاحنا بنقاهل ايه فين عشان ايه عشان نخدم الحتة دي هشكرك على السؤال المميز ده حبيبا لان فعلا احنا كنا بنشتغل ايه مع ان احنا اتجاه هندسة ربط في العمل بالا اه قولنا هنعمل في القطاع الطبي مش هنعمل الا صيدلة ليه علشان تخدم تصنيع الدواء احتياجات في العمل احتياجات في العمل لا وعاوزين نخلق نبقى زي الهند انها زي والرئيس قال كده واحنا بنفكر بنفس الطريقة الحمد لله يعني ان احنا عاوزين نخرج الناس قادرة انها تعمل الدواء من الجنيريك تصنيع ما نجيبش ما يقاش مجمعين يعني نعمل الدواء من زيرو الى البروداكت هي مسألة توطين الصناعة مسألة امن وطني يعني من الدرجة الاولى يعني امن قوم على فكرة الحالة اللي احنا فيها روسيا واوكرانيا دي العالم بيقفل العالم بيقفل بالزبط لازم انا لجعنا عكس ما كان يقال انها قرية واحدة اللي يقدر يطلع التكنولوجي النهاردة هيستمر اللي ما يقدرش هيجد صعوبات شديدة جد طب ده في الدواء عندنا ايه في الصناعة عندنا ايه في الهندسة عندنا ايه في تطبيقات الالكترونية وتطبيقات cockney في المحمول وده اعتقد يعني المجان المهم جد احنا بنعمل احد اهداف الجامعة انها تصل تصل الى عمل الالكترونيات الاساسية الهاردوير مش الصوفتوير هاردوير طبعا ان احنا نعمل البورد الى على اساسه نقدر نعمل اي منتج احنا بنا عندنا الغرفة النظيفة اكبر غرفة نظيفة هتعمل في مصر 600 متر مسطح دي مجهزة من الاس تي دي اف اللي هو صندوق تطوير التعليم ومن الجانب الياباني والاسادزة اللي عندنا دربه في اليابان علشان يعملوا القصة دي وان شاء الله يعني بدأنا حتى نتعاون مع جهات بحصية اخرى في مصر نحن نقدر كلنا نستفيد والشركات اللي كانت بتابعة تصنع يا في تايوان يا في فرنسا انها تبدأ تصنع معنا ده ينعكس على الصناعة ويقدم ايج او يقدم يعني ميزة انك انت يبقى المنتج بتاعك ارخص انت النهار دا لو صنعت كل المكونات طبعا اتاحة المكونات هتقاصب في النهاية لان المنتج يكون ارخص والصادرات بقى اللي احنا بنتكلم عنها طول الوقت وكمان انه يعني دلوقت مع العزمة العاية الاقتصادية الموضوع يعني الدخل القومي بتاعنا يزيد امتى لما يبقى صادراتنا اكثر من ورداتنا الصادرات ايه الرقعة الزراعية محددة مع المشاريع اللي بتعمل لازم هنقدم من خلال البحث العالمي قيمة مضافة للمنتج الصناعي المنتج الزراعي سوري النهار دا احنا بندور مثلا كن لسه كان عندنا فيه مشروع مع الأسازة بتاعنا والأسازة اليابانيين استفادة من مخلفات الزراعية في تصنيع بلاستيق قابل للتحلل ده مشروع مهم جدا وان شاء الله حيجيب يعني احنا عندنا كمان مجال زراعي أو في التقنية الزراعية كمان مصر مهتمة بمسألة تغير المناخ طبعا باستضافة مصر كمان للقمة القادمة فمسألة البلاستيك القابل للتحلل دا شيء مهم جدا الجامعة رياكتف مع الأحداث يعني احنا عندنا ان شاء الله يوم الحد القادم مؤتمر على الملكية الفكرية المؤتمر دا بيعد لي من ست شهور أو خمس شهور ولسه سيد رئيس الوزراء دولة الرئيس دكتور مصطفى مدبولي كان بيتكلم من يومين عن الملكية الفكرية وأهميتها لو احنا بنشتغل وعندنا ابتكار ومحنش فاهمين الدور بتاع حماية الملكية الفكرية اللي هنشتغله في مصر حيصرب للخير عاوزين نعد أجيال تبقى فاهمة المنظومة بالكامل يعني ما نقولش كلمة ومحنش محاق ضريب يجي يتخرج يلاقي حاجة تانية خالف بالظبط الطالب من أول يوم عارف ملكية الفكرية يعني ايه وعارف عدم اعتداءه عن ملكية الفكرية شكلها ايه وصورته كباحث وعضو بانه ودي ثقافة مهمة جدا يا دكتور أحمد احنا عاوزين نبقى زي اليابانيين دوس لكنا قبل تعليمه احنا سعداء جدا بالمدارس اليابانية اللي حتلتقي مع الجامعة اليابانية وان شاء الله في النص في تعليق لا المنظومة التالتة بقى التعليم الفني اللي هو الكوسان لان احنا برضو من التجربة في الجامعة اليابانية عرفنا اللي ناقص احنا ناقصنا مش مهندس بس ناقصنا فني مدرب احنا محتاجين الفني المدرب الكوسان ده بنتكلم دلوقتي مع اليابانيين واعتقد ان دولة الرئيس الوزراء تم ايصال الرسالة لي ان الجانب الياباني ممكن يساهم في التعليم الفني طبعا لو المنظومة اكتملت والتربية صح والمصري اللي احنا كنا بنشوفه انا كبير شوية من من الخمسينات والستينات والانتزام والانضباط الدنيا ترجع مع اللي بيحصل على ارض الواقع كله يلتقي مصري ترجع تاني يعني احنا حندي خرجين برضو عشان اوصل برضو يعني للجملة المفيدة اللي الدواء المصانع الدواء كل ما يهمنا الصناعة الصناعة المصرية في الزراعة كمان المصرية عندنا حاجة كمان الادارة احنا بدأنا مهتمين جدا عندنا كلية الدراسات الدولية بتعد واحد بتاع فاينانس تمويل واحد بتاع محاسبة واحد بإيدش أروى إدارة الإدارة كل الكلام اللي احنا بتتكلمنا عليه في الأول لو من غير إدارة يضيع صلحة صلحة الجسد كله بالضبط كده عاوزين كمان البرين اللي تقدر تقود المنظومة كلها والكلام ده كله بيتعامل من خلال تسقيف يعني المكون مهم جدا عندنا حاجة اسمها مركز الثقافة والدراسات الحرة ده بتدي لطالب هندسة بتدي له فلسفة بتدي له تاريخ بتدي له تزوق فني عشان يقرأ في يسمع موسيقى يعني ده أطول شكل المنهج مختلف زي بيتم اختيار المنهج يعني المنهج اللي طلبه داخل الجامعة المنهج العمل مع الجانب الياباني يقوليك أنا مش هشتغلك لو انت عاوز تعملي عمالي فاحنا بنعد المنهج وبعدين بنقول له ادي الدرافت يجي يبص عليه ويصلح فيه ويسأل اختيار المكونات للمنهج ده بيتم من قبل الجانب المصري على أساس انه عندهم الدراية باحتياجات سوق المصري لا لازم احنا اللي نرفع ايدنا وقوله احنا عاوزين ده وبعدين هو يشارك ويتفرج من بعيد وبعدين لما يلاقيها بدأت تستيوي يبدأ يتدخل ويحط لمسته وبعدين لما نيجي نطبق اتفقنا ان احنا هنطبق يورينا هو بيعمل ايه وبعدين احنا نطبق ويجي يبص علينا ويقيم اللي بيتعمل ويقول صلح وهم يعني العمل معهم متع الحقيقة يعني ليه لمسته ويتدخل بلطفه بزوء وبأدب والله كنت عايزة اتقالك في ده استفدت ايه بقى من التعامل مع اليابانيين واعتقد انهم اكثر شعوب الارض احتراما واخلاقا وتهزيبا وعندهم تقنيب ضمير يعني بتسمع المسؤول اتأخر القطر مش عارف ثلاث ثواني فاستقال وفي واحد مش عارف انتحر علشان تكشف حاجات يعني مش موجودة في العالم كله انا بقى لي 8 سنين رئيس جامعة وان شاء الله يعني هخلص فتريتي قريبا كل يوم بتعلم حاجة انا بشتغل معهم من التسعينات كهيئة التعاون الدولي من وانا في جماعتي الامة جامعة قناة السويس وبعدين جامعة الفيوم وهكذا انما لحد النهاردة بتعلم منهم كل يوم شيء والمتعة انك انت بتتكلم واحد صادق يعني لما قال حاجة اشكرا لما تيجي تقرأ وراء الكلام ما فيش حاجة تكلم دي قال اه ما فيش العمل معهم متعة والعمل معهم حتى الزوء واللياقة والاختلاف لا يعني هم مريح فيه متعة وفيه عذاب لانه برضو هم هارد وورك اه لازم لازم لا الهارد وورك مش هو المشكلة انه هو لازم بيفكر كويس عشان ياخد قرار لانه لو قال اه الفشل مش موجود في القموز بتاعه والسعادة انه هم احنا بنسعد جدا من اللي هم بيقولوه ان الجامعة دي هم جايكا هيتعاون الدولة اليابانية عندها صبع مئة مشروع في العالم كله وبتقول ان الجامعة المصرية من احسن مشاريعهم عملوها في السبع مئة ده وده شيء مهم جدا لانه ده يقول انه مصر عبر عن تكليل هذا المشروع بالنجاح طيب رسالة من حضرتك لأولاق الامور اللي بيفكروا في النوع ده من التعليم لو حيك تقولهم كده رسالة ازاي يأهلوا ولادهم خلينا نقول لازم يفكروا من النوع ده في التعليم احنا الرسالة اللي لازم تتقلق أولاق الامور ما تديش ابنك شهادة علم ابنك يعني تقاش حريص ان ابنك يغش عشان ينجح لا خليه يتعلم الدرس دلوقتي عشان ما يتعلموش بعدين صحيح يسقط دلوقتي علشان ينجح في حياته احنا بنختصر المدة بطريقة مش اتعلمت ياباني حركة دكتور حاولت بس كنا عايزين نقول صباح الخير يا مصر بالياباني وهايو جوزايمس لا دي سهل نقولها تاني وهايو جوزايمس دكتور أحمد الجهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نورتنا